رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام وأكد سمو وزير الداخلية أن ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام كان بفضل الله ثم بفضل تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ومن واطمئنان كما أكد سمو وحرص القيادة على تنفيذ الخطط الأمنية التي كان لها دور فعال في حفظ سلامة الحجاج وتنظيم الحركة المرورية موضحا أن مبادرة طريق مكة هي التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم كانت إحدى ثمار توجيهات القيادة السديدة